أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم في خواتيم هذه السورة المباركة سورة يونس عليه السلام ينذر الله سبحانه وتعالى المشركين في ذلك اليوم وفي هذا العصر ينذرهم بأن الحجة قد تمت وظيفة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الإنذار والتبشير السلام عليكم التبشير للمؤمنين والإنذار للمعاندين هذه أولى وظائفهم أن يجعلوا الناس أمام حذر احذروا أيها الناس هناك حساب وهناك محاكمة إلهية ستنتظركم هذه من وظائف الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين هذه النذر جمعوا الإنذار هل هي كافية بالقول فقط أو يحتاج إلى شيء آخر يعني مثلا من ادعى أنه نبي هل كل من ادعى أنه نبي يقبل كلامه أو يحتاج إلى شيء آخر القاعدة العقلية والنقلية تقول أن الذي يدعي النبوة يجب عليه أن يأتي بمعجزة بعد المعجزة الناس مختارون هل يقبلون أو لا يقبلون فالذي يقبل يربح في الدنيا والآخرة والذي لا يقبل يخسر هذه القاعدة العقلية وحقيقة عندما نفكر إذا ما كانت هذه القاعدة ما كان يبقى حجر على حجر كل واحد يدعي شيء الآن شنو يصير في هذا العصر ما أكثر المدعون أو المدعين كل واحد تفتح هذا الموبايل تشوف كل يوم أو كل فترة واحد يدعي واحد يدعي النبوة واحد يدعي الإمامة واحد يدعي أنه هو صاحب الزمان صلى الله عليه واحد يدعي أنه بابه صاحب الزمان ابنه صاحب الزمان زوجة صاحب الزمان فالشيء عجيب صاير هذا العصر الإنسان العاقل الله جعل له قاعدة إذا مش على هذا القاعدة يستطيع أن يكشف الحق عن الباطل القاعدة شنو؟ أنت تدعي ما يخالف جيب معجز والإدعاء شنو؟ الإدعاء مشكلة مرة واحد يدعي أنا نجار وتمتحنا يستوي لك في الطاولة مثلا من الخشب شوف هذا صدق نجار أو لا فلان يدعي أنه حداد فلان يدعي أنه خباص وهو واضح ممكن تمتحنا أما الإدعاء حول النبوة أو الإمامة أو صاحب الزمان عليه السلام هذا يعني الارتباط بالغيب الغيب ش تسوي له يعني لا طريق لك أن تختبره إنسان متقي من ربي اللحية صلاة صيام عبادة دائما في خشوع وخضوع وعنده بعض الإنجازات حتى العلمية مثلا ويجي الدعي الإدعاء مو في شيء عملي نجارة حدادة خوز ماذا شنو والأشياء يقول أنا مرتبط بالغيب الغيب وينه؟ من شوفه الغيب؟ الغيب مقابل الشهود الشهود يعني هذا اللي تشوفه ما تشاهده الغيب يحتاج إلى شيء آخر حتى تمتحنه الله مخلي لك قاعدة امشي على هذه القاعدة ترتاح بعد كل واحد اليوم اللي دا يديه أنا أستغرب يعني دورات أطالع هاي الأخبار اللي تجينا بعد إحنا شغلنا هذا أريد أن يشوف شكه بالمجتمع من ويلات ومن قضايا ومن انحرافات حتى نفكر شنسوي مثلا أستغرب من بعض المثقفين حتى من بعض المتدينين حتى في الحوزات العلمية الغريب في الجامعات في الكليات في الأكاديميات شنون يقبلون هذا الإنسان اللي يروح ورا فلوس أو جاهل ما يدري شنو همج رعاء ما على نبيه بس الأفراد المتدينون الأفراد المثقفون الجامعيون الحوزويون هذول ليش ينقدعون مع أنه جدا بسيطة يدعي النبوة خلق أولا نبي بعد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد خاتم الأنبياء ما عدنا نبي خلق خلصنا منه خاتم الأنبياء يدعي الإمامه أنه هو صاحب الزمان هو المهدي عجل الله فرجاء هو متصل بالمهدي يوميا ويجيب له أخبار هل الأشياء التي الآن لا تحدث في مجتمعاتنا مع الأسف هذا جدا بسيطة بسيطة من هالناحية أنه اطلبوا منه المعجزة خلص إذا جاب معجزة إذا ماكو حتماً ما يقدر يجيب معجزة لأنه هذا الدجال فاتح لدكان يريد يسترزق أو يغوي الناس الطريقة الوحيدة لأجل معرفة أن هذا الشخص هل هو مرتبط بالسماء بالوحي بالنبي بالأئمة بصاحب الزمان عجل الله فرجا؟ هذه هو ما بها مشكلة هذه الآية التي تلوناها تعالج هذه القضية واللطيفة اليوم شفت رواية حول هذه الآية لا بأس أقراها وأنا نسيت أجيب نظاراتي بس إن شاء الله أقرأ في روضة الكافي الكافي الشريف للشيخ الكليني بها أصول بها فروع بها روضة روضة يعني أشياء متفرقة بها حول العقائد حول الأئمة في روضة الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام صلوات الله عليه في قول الله عز وجل وما تغني النذر شنو قرأينا وما تغني آيات والنذر عن قوم لا يؤمنون آيات يعني علامات يعني معاجز آيات هنا بمعنى المعاجز النذر الأشياء التي تنذر جمع الإنذار يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ينذر قريش كان ينذر من يتكلم معه ديروا بالكم أكو عذاب أكو عقاب أكو جنة أكو نار وهذه معاجزي المعاجز شنو آيات يقول وما تغني النذر رجيب يعني لا تفيد لا تفيد لا تعمل ما تعمل شلون ما تعمل ما يقبلون كيف هم ما يقبلون هم مختارين بعض بس المهم لازم آيات أول شي يجب أن يأتي النبي أو الذي يدعي الاتصال بالإمام الحج يجب أن يأتي بمعجزة بعدين إحنا نقبل أو ما نقبل أما ما جايب معجزة شلون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أكو ناس ما يؤمنون كل ما تسوي يا رسول الله في هذه الآية أكو شأن نزول لا بأس نقراها يقول عليه السلام يعني الإمام الصادق صلى الله عليه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله الإسراء والمعراج أكو إسراء وأكو معراج الإسراء من مكة يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللي بالآيات موجودة المعراج إلى السماوات رأى الجنة دخل الجنة ورأى النار ورأى الكواكب ورأى الملائكة ورأى 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 الإسراء ذهب لأن المعراج غير ترها يعني نعتقد بالاثنين نعتقد بالإسراء ونعتقد بالمعراج لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبرائيل إسا هنا أنا حاتش هواي أكو أنا حاتشها سنوات قبل لما كنا شباب أنه البراق شنو هو ما شنو ما لنا بعد نمشي بعد بالرواية أتاه جبرائيل بالبراق البراق آلة وسيلة سفينة فضائية سميها أي شي تسميها بها مواصفات عجيبة في الرواية موجودة وأنا شارحها سنوات قبل أتاه بالبراق فركب أو فركبا فأتى بيت المقدس الأخصى يعني فأتى بيت المقدس فلقي من لقي من الأنبياء الأنبياء اجتمعوا في ميت المقدس تكريما لقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدمه رجال من الأنبياء كلهم حاضرين بأرواحهم بأي السادة ما نبعد معلنه غيب هذا صلى الله عليه أجمعين ثم رجع لحظات راح ورجع طي الأرض إيش قيل طالت ما ندري بس في ليلة واحدة فحدث أصحابه ذاك اليوم في مكة والسورة شنو سورة يونس مكية فحدث أصحابه الأصحاب الموجودين هل شم نفر فحدث أصحابه بأني أتيت بيت المقدس ورجعت من الليل يعني رحت ورجعت وقد جاءني جبرايل بالبراغ فركبتها خب هذا الدعاء لهم مو الدعاء ذاك اليوم استوه ذول صائرين مسلمين يعني الإيمان شيء والإسلام شيء يعني بعدهم بعضهم متيقنين بعضهم شاكين بعضهم يقولون خوش واحد جاء يريد يأخذ حقوق ذول العبيد قطية المستضعفين استوظوا حول الرسول يعني الإيمان مو راسق بعده وهذا يدعي شيء يعني 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 معجزة شلون انت رحت وركبت البراق ورحت إلى المسجد الأقصى وشفت الأنبياء وصليت وياهم واجتمعت وياهم وبركت لهم بعدين رجعت هاي شلون يعني وقد جاء جاء جبرايل بالبراق فراكبت وآية ذلك آية ذلك جمع الآية شنو وما تغني الآيات يعني وما تغني المعاجز وآية ذلك يعني علامة ذلك خب جيب علامة منين تقول هذا يعني هو الرسول اللي يقول بدون ما يطلبون منه لأن الدعاء كبير هذا وآية ذلك أني مررت بعير أبي سفيان أبو سفيان ذاك اليوم كان يودي قوافل تجارية من مكة إلى الشامات إلى بيت المقدس إلى دمشق إلى الأردن لبنان وهكذا ويودي قوافل تجارية إلى اليمن يجيب بضائع منك يبيع في مكة من مكة يأخذ أو من اليمن يجيب ويقولون كان يتجي من الهند أيضا إلى اليمن اليمن كان محط تجاري كأنه ذاك اليوم عندي قوافل تجارية مو إلا فقط كل واحد يريد يستاجر كل واحد يريد يشترك يريد يودي بضائع يجيب أبو سفيان يقول لأنا عندي بضائع أمشي وياك يقول ما يخالف يأخذ منه فلوس أوافل تجارية ضخمة اللي موجودة إشارة فيها في القرآن فمررت وآية ذلك أني مررت بعير أبي سفيان يعني القافلة البعران اللي ويا على ماء لبني فلان منطقة بها ماء شفت القافلة التجارية لأبي سفيان والجماعة من قريش هناك نازلين على الماء يعني يرتاحون يأكلون يشربون وبعدين يرحون وقد أظلوا وقد أظلوا جملا لهم أحمر يعني بهالدقة شفتهم عندما أجيت من الإسراء شفت أنه أبو سفيان وربعة والقافلة التجارية واكفين على ماي على منطقة بها ماي و في الجمل الأحمر فار ظال أظل يعني ماي 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 أظل بس جمل مهم أحمر هذا يريدون يدورون علي هاي علامة ثانية وقد تم بالي فقال بعضهم لبعض هاي سمعوا من النبي هاي الإدعاء والمعجزة المعجزة شنو هي الإسراء الدليل شنو أنه شفت قافلة أبو سفيان يعني شنو يعني إصبروا إذا مت يعني متعتقدون بكلامي إصبروا هذا العير هاي القافر راح ترجع إلى مكة اسألوهم في تلك الليلة في تلك الساعة أنتوا هناك شنتوا على تلك المنطقة وهل شفتوا في جمل الأحمر كان ضايع منكم أو لا واضح بعد هذه معجزة فقال بعضهم لبعض إنما جاء الشام وهو راكب سريع واحد من المسلمين يعني شك في الموضوع قال هذا اللي يدعي النبي يدعي هذا الشي هو راكب راكب بالبراق لأنه يقول راكبته البراق والبراق سريع يمشي ليش لأنه في لحظات أو في ليلة واحد يراح إلى المسجل الأقصى ورجع راكب سريع ولكنكم قد أتيتم الشام إنتوا رايحين للشام الناس اللي يسمعون هذا الكلام اسألوه أنه شنو مواصفات الشام شنو أسواق الشام شنو التجار شنون يتعاملون هذا مهم ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموها فاسألوا عن أسواقها وأبوابها وتجارها امتحان آخر وهذا أنا أشوفه أقلاني زين اليوم هذول اللي يدعون الاتصال بالإمام الحج عجل الله فرجه الشريف جدا العملية بسيطة اطلبوا منهم معاجز إذا أتوا بالمعاجز خلبيهم حتما لم يجيبون لأنهم يقدرون كذب بعد معلوم كذب بس حتى تفضحون هم هذول هم نفس شي طلبوا قالوا اسألوا من الرسول هل يعرف تفاصيل الأسواق التجارية التجار العمل التجاري هناك شلون في الشام الشام يعني بيت المقدس وما حواليها فقالوا يا رسول الله يعني بعدهم يعتقدون أنه رسول الله ما يقولون يا محمد يقول يا رسول الله يا رسول الله كيف الشام الشام شلون هي أزقتها شوارعها أسواقها وكيف أسواقها أنت اللي تدعي أنه رحت للشام رحت لبيت المقدس حتما شفت بعد أسواق شي شوارع قال عليه السلام يعني الإمام الصادق ده يشرح حول هذه الآية المناسبة هذه الآية قال عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل عن الشيء لا يعرفه إذا سئل عن الشيء لا يعرفه يعني هو شنو صار شنو راح إلى الشام بس بس ما راح للأسواق هذو لدي يحرجوه أنه إذا راحت للشام وإلى بيت المقدس شلون أسواقها شلون شوارعها ما يدري الله ما قال إلا ممكن تقول هو النبي مو كل شي يدري نعم كل شي يدري بس بإذن الله ما قال إلا يشق عليه إذا صار هالشكل شق عليه يعني صعب عليه يسأله عن شيء ما يقدر يجاوب حتى قال عليه السلام فهبط عفوا هذه النظارات ما جبتها إلا قال عليه السلام فبينما هو كذلك يريد يجاوب ما يجاوب إذ أتاه جبرايل عليه السلام شوفوا في حالة التحدي جبرايل ينزل في حالة التحدي التحدي يعني شنو يعني أنا نصفي موقع التحدي النبي النبي ده يدعي شيء عظيم أنا راح للإسراء في ليلة واحدة في ساعات قليلة وملتقي بالأنبياء هناك ومصلوا إياهم ومراجع إلى مكة دعوة كبيرة جدا هنا يتدخل السماء تتدخل السماء جبرايل نزل فأتاه جبرايل فقال يا رسول الله هذه الشام شنون عجيبة هذه الشام يعني جاب الشام أمام عين رسول الله الله لا تستوحشوا ترها هذه عادي جدا عادي الارتباط بالله سبحانه وتعالى إذا صار كل شي يصير عادي ليش إحنا من نقول البشر ده يسوي نقول الله على كل شيء خدير خلاص بعد ليش نستغرب يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك رفعت يعني جابوها إسه جابوها كتمثيل جابوها هي صوروها أنا ما أفهم بعد ما نتري رفعت لك رفعت لك يعني جاب جبناها وشوفها الآن ليش الآن ما كانت تحدي بينه وبين اللي استشكله فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارها كل شيء واضح عنده قال صلى الله عليه وآله هناك قال من اللي سألني عن الشام كأنه الروادة تقول مو كلهم الشكل سووا هذول من اللي سألو مو المشركين ترها المؤمنين أصحاب يقول لأن لما رجع النبي من الإسراء غير المعراج المعراج شي آخر لما رجع للإسراء بشر أصحابه هالثل المؤمن القليل اللي وياه في مكة إيش قاعد صالهم ما أدري طوانين نفر ميت تفر ميتين هالثل اللي قل بشارة أنا رحت للشام رحت للبيت المقدس الله كرمني وأكرمني ورحت وصليت واجتمعت بالأنبياء ورجعت هذي النوع من التأييد للنبوة يعني واحد اثنين استشكال فقال رسول الله أين السائل عن الشام من اللي استشكال فقالوا له فلان وفلان من ندري منه فلان وفلان هذول استشكال يقولون منين تقول انت هذا الشي وان أسواق الشام سهود يشوف الشام رفعت إليه فقالوا له فلان وفلان فأجابهم رسول الله في كل ما سألوه فلم هنا لن النتيجة النتيجة هنا عن الآية فلم يؤمن منهم إلا قليل نقرأ الآية وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ما تغني يعني ما تفيد انت تجيب الآية ما تفيد ولكن وظيفة النبي أن يأتي بآية هاي المهمة احنا في هذا العصر اخواني انتوا الحمد لله بعيدين عن هذه الأمور ولكن احنا نروح بهالأخبار اللي تجينا هوايا مشاكل صائرة في مجتمعاتنا هوايا هوايا مع الأسف كل يوم واحد يدعي شنو هاي اللعبة صائرة حقيقة اللعبة صائرة وشلون الدعاءات جلست مع الإمام وأكلت معه وقال كذا وقال كذا وفلان يعني شنو هذي شنو هال وفي أوساط الشيعة في أوساط الشيعة في المدن المقدسة في كربلا في النجف في قوم في مجهد في بغداد مشكلة صائرة هيسة أيدي وراها ما أدري وخابرات عالمية لتحركها ما أدري نوع من البطر والفجور ما أدري كل شيء يكون الطريقة الصحية أنا أشكل أتكلم حتى اللي يسمعني الطريقة الصحيحة العقلانية والعقلاء كلهم يقبلوها والقرآن أيضا يشير النذر الآيات الطريقة الوحية اطلبوا آية اطلبوا علامة اطلبوا معجزة غير هذا بسرعة واحد شنو يقول يقول أنت راح تشوف حلم شنو الدين بالحلم بالأحلام بالرؤية هاي يلقنا يلقنا يحائسة ويلة أنت الليلة راح تشوف حلم أنه فلان هو الإمام الحجة وبالفعل هذا راح يشوف الشيطان يتدخل معنا يشوف يتحلم شي بتانو وصادج السذج ما علينا بهم المثقفين ليش يعني استغرب هذا أهل قريش الجهلاء المتخلفون اللي ما كانوا يقرون ويكتبون شنو قالوا للنبي قال أنت راح للإسرا أسواق الشام شنو كانت تجارها يعني شنو يعني طلبوا معجزة يعني يعني هذول أفهم من عندنا صاروا الجهال في الجزيرة العربية أفهم من عندنا صاروا أفهم من بعضنا اليوم في هذا العصر وطلبوا معاجز مو سحر مو عجزة لازم يتجيب الذي يعجز عنه الكل هذا يصير دليل فآمن بعضهم ولم يؤمن بعض ثم قال الصادق سلام الله عليه قال الصادق هذا يعلمنا نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله ورسوله نحن لازم نقول نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله ورسوله بعدين أكمل الإمام آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلام أول شيء يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض هذه غير معجزة تريدون دليل على حقانية ربوبية الله مخالقية ربوبية الله انظروا إلى السماوات والأرض هالدقة الموجودة في العالم في الكواكب في المجرات في النجوم في الأرض في الشمس في الليل في النهار هاي كلها انظروا بعدين هو يقول يا وما تغني الآيات المعاجزة ما تغني يعني كل شي تجيب لما يفيد خب بذلك بعد كيف وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون بعض الناس لا يريدون أن يؤمنوا لعنادهم خب شي نسوي ذولا نتعارك يوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل يعني انتظروا مو يعني يسأل فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم عاد ثموت قوم نوح قوم الفراعنة النمار كل هذول اللي راحوا وانتهوا ينتظرون ذاك قل فانتظروا قل يا رسول الله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ألم أنتظروا الآن ما نحن في عصري ما قبل الظهور أنا ما أقول قصر الظهور أبدا نقول عصري ما قبل الظهور يعيبون علينا البارحة شفت في مقطع من واحد مع الأسف لسه ما أريد أذكر المهم أشياء تحدث غريبة يعني خب نحن نقول الإمام سيظهر عجل الله وتعالى فرجه فلان وفلان يقولون كل كذب الدعاء خير ما عدنا عركة فانتظروا إني معكم من المنتظرين بعد في حالة الانتظار أنتم انتظروا ويانا نحن نعتقد جزما أن هناك مولودا للإمام الحسن العسكري باسم المهدي يعجل الله تعالى فالله وحكمة لله غاب عن الأنظار ونحن في حالة الغيبة الكبرى في عصر الغيبة الكبرى وقد وعدنا من قبل الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة في القرآن والروايات المتواترة من رسول الله ومن الأئمة أنه سيظهر ويملأ الأرض غسطا وعدلا بعدما ملئت ظلمة وجولة نحن ننتظر النتيجة تصير ثم ننجي رسلنا هذه البشارة ذاك اليوم لأهل مكة للمسلمين حول رسول الله بشارة عظيمة أول شي يقول تهديد انتظروا إني معكم من المنتظرين بعدين رأسا يقول ثم ننجي رسلنا نحن عادة ننجي رسلنا بالنتيجة نوح نحن ننجيناه نجيناه وقومه في السفينة في الفلك موسى نجيناه يوسف نجيناه الأنبياء نجيناه من اللي خسر أعداءهم نحن في هذا العصر الآن ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا إذا ننجي تقول الآن أريد لا يريد يريد الله ما يريد حكمته ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا حقا علينا أي كلمة حقا هو عظيمة يعني قد أوجب الله على نفسه أن ينجي المؤمنين والرسل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين اللهم إنا ننتظر ظهوره فعجل ظهوره أما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آفة الحديث الكذب الرسول في هذه المقطوعة اللي أقراها الآن يعدد الآفات الآفات جمعوا آفة آفة يعني مرض يقولون الشجرة تجي لآفة تخرب الثمرة هاي سموه آفة الحديث خش حديث يعني واحد يتكلم مع صديقة مع زوج يشتغل زوجة تتكلم مع زوج وهكذا حديث مثل ما نقعد بالديوانيات آفة بس الحديث هذا إلى آفة في شي خرب شنوه الكذب آفة الحديث الكذب وآفة العلم هاي مشكلة وآفة العلم النسيان خوف شنو الطريقة الطريقة الأولى خوني من نكذب ان شاء الله من نكذب العلم شنسوي له التكرار ليش يقول لك دائما اقرر القرآن دائما احضر المجالس حتى لا تنسى وآفة العلم النسيان وآفة الحلم السفه اكو ناس سفهاء واكو ناس حلماء جم حليم صبور متأني ما يغضب رأسا وآفة العبادة الفترة بين فترة واخرى يترك العبادة هذا آفة الاستمرار في العبادة واحد شان ينصحني شان يقول لي ليش أنت مخلي نظارات يعني أخوه ألبس نظارات ونظارتين واحد البحيد واحد القريب اللي يوم ما جبته قلتلي لأنه عيني متشوف قال العبادة مهي الشكل لآخر العمر لازم أنت تكون في عبادة يعني العبادة مو فقط صلاة وصيامها كل شيء يذكرك بالله ليش لأن الشيطان دائما وياك فأنت لازم توقف أمامه صده مثل النظارات اللي دائما لازم تلبسه أكو واحد يقول لي شلون نحن كل يوم نقرأ الورد الفلاني مثلا المستحب أن الإنسان لسلامته يقرأ المعوذات الأربعة قل أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق قل هو الله أحر قل يا أيها الكافر خب ليش كل يوم كل يوم كل يوم لأن كل يوم أنا محتاج مثل النظارات اللي لازم دائما ألبسها وآفة العبادة الفترة وآفة الطرف الصلف طرف واحد طريف طريف يعني لما تقعد وياه ترتاح وياه عنده نكة لطيفة بس إله ليه يتجاوز حده وإذا تجاوز يصير صلف يعني يخربط بعض يعني أشياء ملطيفة وآفة الشجاعة البغي فلان شجاع بشرط أن لا يبغي لا يظلم أحد وآفة السماحة المن سمع سخي كريم بس يمن على الناس تتكلم ذاك اليوم من أبطيتك ساعتك ليه يجب من عليها وآفة السماحة المن وآفة ملين وآفة الجمال واحد جميل أو وحدة جميلة وآفة الجمال الخيلاء يصير عنده حالة من التكبر والغروب أنا جميل الناس كلها تباوعني هذه آفات هذن النصائح طبعا من الرسول يعني أيها الناس أيها المؤمنون هذه آفات وأمراض تجي لهذه الصفات ديروا بالكم هاي الصفات الحميدة لتخراب اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له ساعة اشتركوا في القناة